قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله لحمه على النار من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله لحمه على النار رواه أصحاب السنن من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضها والمعنى أن اللسان إذا حافظ وواضط على أربع ركعات بين الأذان والإقامة بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي الفريضة ثم بعد أن صلى الفريضة صلى بعد الظهر من بعد صلاة الظهر إلى بدء صلاة العصر هذا الوقت قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر صلى أربع ركعات مثنى مثنى حرم الله جل وعلا لحمه على النر وهذا فضل عظيم قليل فاعل فيما يرى من الناس وفقني الله وإياكم إليه ولو لم تخرج من هذا المسجد إلا أن تعقد العزم على أنك إذا خرجت أن لا تضيع هذا الفضل وتحافظ عليه لكفى به فضلا أن تخرج به من بيت من بيوتنا مما حرم الله على النار قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من كان هينا لينا سهلا من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار رواه الحاكم المستدرك والبيهقي في السنن بسنج صحي من حديث أبي رئيب والمقصود من هذا أن الإنسان في تعامله مع الناس ينبغي عليه أن يكون هينا لينا سهلا ولا يفرغ ما بين قرابة وغير قرابة ما بين مواطن ومقيم ما بين حاضرة وبادية ما بين كبير وصغير وإنما يكون هينا لينا سهلا في سجيته كلها في تعامله مع من حوله لأن الذي يريد الجنة يضع الأعراف والتقاليد والبيئة المخطئة خلف ظهره ويضع هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم بين عينيه هذا الذي يريد الجنة مما حرمه الله جل وعلا على النار قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار عبد بكى من خشية الله وقال عليه الصلاة والسلام ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله وعذاب جهنم فالمجاهدون أرفع الأمة درجات لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم إذا كان ذلك الجهاد وفق ضوابط الشرعية التي من أعظمها وأولها إذن ولي الأمر هذه بعض ما حرمه الله جل وعلا على النار